كتائج التغير المناخي تفاقم الأزمات المرتبطة بتقويد السلم والأمن في العالم بما فيها القروب والنزاعات على الأراضي الزراعية والموارد الحيوية وفق تقييم الأمم المتحدة فغالبية عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تنتشر في تسع دول هي من بين الأعلى تأثرا بالتغير المناخي على غرار السوداني والصومالي ومالي وأفغانستان وهيتي واقع يجعل الأمم المتحدة على تماث مباشر مع الارتباط بين عوامل التغير المناخي وأزمات الأمن والسلم الدوليين نقص المياه في العراق وارتفاع الحرارة والعواصف الرملية تفاقم الضغوط على العلاقة بين المكونات السكانية وكما هو الأمر في العديد من المناطق الأخرى تعيد نتائج التغير المناخي تشكيل أسس عملنا لتجنب النزاعات وبناء السلام والحفاظ عليه دول عدة تحركت مجتمعة لمطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته من خلال الدبلوماسية الاستباقية وتجنب مسببات النزاعات المرتبطة بالتغير المناخي وقيادة الجهود الدولية نحو حلول مستدامة لهذه المخاطر المخاطر المرتبطة بالمناخ تزيد التعقيدات أمام قدرة عمليات حفظ السلام الأممية للاستجابة للعنف وتجنب النزاعات وحلها السيول والعواصف والمخاطر الأخرى تؤثر على عمل جنود حفظ السلام وقدرتهم على التحرك أكثر من خمسة مليارات إنسان يعيشون في مناطق مهددة بتبعات التغير المناخي هذه التقديرات لا تستثني الدول الكبرى كالولايات المتحدة التي تكبدت خسائر بنحو ثلاثمائة مليار دولار العام الماضي جراء ثلاث عواصف مدمرة ضربتها الاتجاه المتسارع نحو التغيرات القصوى في المناخ بات بحسب الأمم المتحدة يتطلب معالجات دولية عاجلة بمشاركة الدول جميعا وهو ما يجعل أجندتي المناخ والأمن الدولي أكثر ارتباطا من أي وقت مضى من نيويورك نبيل أبي صعب